أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم وإن شاء الله نبدأ مع بعض محاضرة أرجو أن تكون مفيدة للجميع بإذن الله وأرجو أن نحن نقدر نلقي بعض الضوء على مفهوم التنمية المستدامة وإيه أهداف التنمية المستدامة للعالم كله شغال عليها دي الوقتي ونشوف الكلام ده كتطبيق من تطبيقات التنمية المستدامة على بقعة من دقاع مصر الغالية أرجو أن يكون الطرح يتوأم مع المفهوم اللي عايزين نوصله وإزاي نقدر نتفاعل معاه وإزاي يكون له دور فعال لإعلاء أهداف التنمية المستدامة على مستويات جميعاً للوطن العربي عموماً ومصر على الخصوص بداية كده لما نيجي نتكلم على التنمية المستدامة والتنمية الحضارية أي مجتمع عمراني أي مجتمع له التوجه أنه يبقى في مفهوم حضاري عالي بيبتدي يخش على مفاهيم التنمية المستدامة بصفة عامة وده بقت توجه عالمي كان في الأول يعني إرهاصاته كانت إرهاصات ما هياش قوية يمكن الكلام اللي إحنا كنا في مرة عرضناه عن العمارة الخضراء والعمارة البيعية كنا بنترح فيها مفهوم التدرب اللي حصل في المجتمعات عشان تصل إلى هذه المفاهيم المستحدثة لأن العمر المفاهيم دي كلها لم تكن من قبل موجودة لكن كانت المجتمعات بتشتغل بيها بدون ما يتحطلها أسامي وشعارات ويمكن حتى مفهوم كلمة التنمية والسدامة ممكن ظهوره كان سنة سنة سبعة وتمانين سنة سبعة وتمانين في القرن الماضي وده كان بيتكلم على التأثير النمو الاقتصادي الزيادة قوي وتأثير الجلوباليزيشن أو العولمة على المجتمعات فهل التأثيرات دي كان محتاج أن يتوضح فيها ما هي الأثار السلبية لهذا النمو الاقتصادي والعولمة وهل الأثار السلبية دي هيت يعني مفهوم كلمة الأثار السلبية يعني النمو الاقتصادي للدول كان بيعتمد على أنه يعلي مثلا مفاهيم الصناعة أو حتى مفاهيم الزراعة فالنفاهيم الصناعة لم يكن المجتمعات تعي أن الصناعة كانت أحد الأسباب الرئيسية كأسباب سلبية للتأثير على استدامة الحياة والحضر والمجتمعات بصرف عنها وهنا كان لازم يطلع فيها تركيز أكتر من المجتمعات ومن الأفراد علشان يستوعبوا أن التنمية المستدامة لاهق لها تأثير كبير جدا على التنمية الاقتصادية في أي دولة وطبعا تفاعلات المجتمعات كانت بتبقى الأثر فيها إما أنه عن طريق الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية ثم الشركات أو الهيئات الربحية والغير هادفة للربح ثم الأفراد لكن بيعلى قوي قوي المفاهيم دي هي أنها تبقى مؤكدة وموسقة لما تكون خارجة من هيئات ومنظمات دولية وهنا يظهر التقرير اللي اتعامل سنة 2007 كان اسمه مستقبلنا المشترك وده كانت عاملة لجنة من اللجان الأمم المتحدة اسمه لجنة العالمية للتنمية والبيئة وبيظهر فيها إعلاء قيمة التنمية المستدامة مفهوم كلمة التنمية المستدامة وده كانت بدايات الكلام بقى على أساس أن إحنا نقول والله إن إحنا عايزين نوصل للمجتمع الدولي كله مفاهيم التنمية المستدامة بصفة عامة وإزاي إنها تبقى لها تأثير على مستوى المجتمعات في كل قطر وفي كل بلد وعلشان تبقى العملية أكثر يعني بقولا في العمق ابتدى يبقى التنمية الحضرية أو التنمية المستدامة بصفة عامة ابتدت توجد لها أسباب رئيسية وقوية علشان يبتدي المجتمعات تاخد بالها منها سابتدت تتحط كل السلبيات اللي موجودة في المجتمعات وإزاي إن هذه السلبيات سواء كانت حروب أو مجاعات أو كوارث أو حتى التغير المناخي إزاي إن كل الأسباب دي كلها مجتمعة أو منفردة بتوصل إلى إن إحنا مش لو ما فيش حد بيهتم بيها لو ما فيش حد بيعلي قيمة أو الأثر الغير إيجابي لهذه المشاكل على مستوى المجتمعات إنها حتقدي إلى إن إحنا نفقد الحياة على الكرة الأرضية وحنفقد التواصل المجتمعي بيننا وحنفقد الحياة المستقبلية للإجال القدر هنا كانت النقطة إن خلينا نقول طيب عايزين نحط شوية ركائز نقدر نبني عليها إزاي يعلى كلمة التواصل المستدامة فكان أهم ثلاث ركائز رئيسية اللي هي الركيزة البيئية والركيزة الاقتصادية والركيزة المجتمعية فلازم يظهر في الركيزة الاقتصادية أن يكون فيه نمو اقتصادي والنمو الاقتصادي ده هو يكون مش بس بيغطي احتياجات المجتمعات ولكن كمان بيحافظ على البيئة علشان ما تبقاش هذا النمو برضو بيؤثر بالسلب على المجتمعات فبالتالي حيظهر العلاقة ما بين النمو الاقتصادي والعدالة المجتمعية والعدالة المجتمعية احنا بنقصد فيها أن المجتمع كله يصل من الفوائد في البيئة اللي هو عايش فيها ولا يكون فيه حكر فئة عن فئة حتى في توزيع الثروات حتى في توزيع المحافظات على الكيانات أو الأماكن والبيئات المختلفة اللي عايش فيها التنوع العالي للمجتمعات في كل دولة وبالتالي لازم يعلم عنا كمان حكة الحفاظ على البيئة بصفة عامة بمكوناتها كلها بالكامل فلازم يبقى فيه توجه إزاي نخلي البيئة في أي مجتمع هو بيئة قابلة للاستمرارية بيئة يتعايش فيها الحاضر مع المستقبل بطريقة فيها تناغم لا يكونش فيه دور من الحاضر على المستقبل علشان تكون أحد الأسباب من النمو الاقتصادي الغير متوازن لحد لما ظهر في سنة 2015 في أحد مؤتمرات الأمم المتحدة وهنا بدأ يظهر أن يكون فيه أهداف الناس تشتغل عليها أو الدول تشتغل عليها والأهداف دي هي بعد رخصات كتيرة وبعد دراسات كتيرة توصلوا أن الأهداف دي هي مجملهم هما السبعتاشر هداف وطلب من الدول بالموافقة على هذه الأهداف وقدوا فترة زمنية لحد سنة 2030 إن كل الدول تحاول تغطي الأجندة بتاعت هذه الأهداف اللي هما سبعتاشر هدف دول طبعا مقبول جدا إن فيه دول مش لازم تكون واخدت سبعتاشر هدف كواملة يعني فيه دول داخل ليس لها في الحياة البحرية كتير فبالتالي هو بيحاول يطبق أكبر قدر ممكن من الأهداف دي هي وكان التفاعل بين الدول دي هي إن 195 دولة وفقت على إنها تعتمد هذه الأهداف كخطة استراتيجية لها حتى 2030 كلام ده سنة 2015 وهنا بيعلى فيها قيمة إن توحيد فكرة البناء المجتمعي المتكامل للاستدابة عن طريق هذه الأهداف اللي بيجتمع عليها البشر كلهم علشان هو ده اللي هيعلي التنمية في مجتمعاتنا مش عايز أقول بالتساوي لكن بقدر أكبر من عدم الجورة على الآخرين طيب علشان نبتدي نستوعب تاني مفهوم التنمية المستدامة لازم يتوجد له تعريف فمن هذه التعريف إن التنمية هي التي تفي إحتياجات الحاضر دون الإضرار بكل أجيال المستقبل على الوفاة ده اللي احنا بنقول إن احنا عايزين لما يبقى فيه مجتمع موجود ومدعايش ومحتاج إن يقوى فيها اقتصاده إنه يكون الاقتصاد بتاعه ما يضغاش على حق المستقبل وحق الأجيال المستقبل في المعيشة يعني مش معنى إن أنا عندي مجتمع كبير في منطقة ما إن أنا أستغل الأرض بالكامل وما سيبش أرض للأجيال القادمة أو إنه أستنزف الموارد الطبيعية اللي موجودة في هذه الأرض والاستنزاف هنا هو أو أب يبقى بصورة جائرة جداً بصورة تؤدي إلى عدم توازن حتى كمان في بيئة المكان وبعدين بنلاقي تعريف تاني هو تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة وتنغمة وتعني أو تعني بتحسن نوعية الحياة مع حماية النظام الحيوية وفي تعريف تالت هي التنمية التي تقوم أساساً على وضع حوافز تقلل من التلوز عايزين بقى إيه؟ نفهم بقى دولة إحنا بنحاول نحافظ على المستقبل طب حنحافظ على المستقبل إزاي؟ قلنا أول حاجة إننا لا يكون في جورة على احتياجات المستقبل فبالتالي من ضمن الحاجات اللي بيبقى دائماً وأبداً بيعلى فيها حتة كلمة الجورة على حقوق المستقبل إننا بنستهلك المصادر الرئيسية وبالتالي بيحصل تلوز شديد جداً جداً وبيبقى التلوز ذا نتيجة الصناعات الضخمة والاستهلاك العالي لأفراد المجتمع اللي بيها نلاقي كميات التلوز اللي أصابت البر والبحر وإزاي بقى إننا نحاول في مفاهيم التنمية المستدامة إننا نقلل حجم النفايات والمخلفات ونقلل كمان لاستهلاك وخاصة ما يخص استهلاك الطاقة واستنزاف الطاقة ومصادر الطاقة الطبيعية الرئيسية أنا لا أتكلم عن الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة كانت أحد الحلول لتقليل استهلاكنا لفوزفويل أو المتطاقة الطبيعية سواء كانت الفحم والتلكول أو حتى البترول ومشتقل ومن الحاجات اللي كانت نتي برضو بيهتم المفهوم التنمية المستدامة فيها كعناصر رئيسية هو استهلاك المجتمعات للمياه واستهلاك الموارد الحيوية استهلاك المجتمعات للمياه الصالحة للشرب أدى إلى أن في بعض المجتمعات بقى عندها فقر مائي شديد جدا وبالتالي بتحاول أنها تغطي هذا الفقر إما أنها تغطيها بالقوة عن طريق عمل مشاكل مع المجتمعات اللي حوالين منها المحيطة أو أنها بتحاول استنزف مواردها المالية والاقتصادية في أنها تعمل معالجات للمياه الموجودة سواء كانت المعالجات دهية المياه في الأصل صالحة للشرب من الحيطة الزيادة زيادة زي المجتمعات اللي هي موجودة على المحيطات والبحار ودي كلها حلول بتستنزف موارد الدولة علشان يعلى فيها قيمة الاستهلاك المياه طبعا الكلام ده هو برضو نفس القصة بالنسبة للموارد الحيوية يعني ايه الموارد الحيوية كل ما هو حيخش فيه أي صناعات أي زراعات أي مكونات لمجتمعات يعني مثلا الغذات يعني الاحتياجات للأكل للشرب وهكذا طيب الهدف الحداشر من الأهداف السبعتاشر ده بيتكلم عن المجتمعات والمدن أو الحضر أو المكونات الرئيسية للمجتمعات دهية فبنحاول ان احنا نشوف هذه المجتمعات او هذه المجتمعات ازاي تتعاش في مدن مستدامة ايه هو الأثر البيئي لهذه المجتمعات وازاي نقدر نوفر لهم حياة مستدامة بصفحة ولما نقول حياة مستدامة احنا برضو بنرجع تاني ونتكلم على احتياجات هذه المجتمعات لوجوده في المدن احتياجاته بقى من الطاقة من المصادر الغذاء من المياه ازاي يتعامل مع النفايات وتلوس الهوى والمياه والمياه والمبعاثات الكربونية وازاي نربط ده كله طبعا المصادر بيبقى حاجات أفاثية رئيسية بتعافي المجتمعات والتعاش جوه هذه المدن وربط هذا الكلام بالمصادر بقى الداخل الاتصاد وحفوظ الموارد طبيعية وتوازنة احنا بنحاول نعلم من قيمة في المدن المستدامة بصفحة عامة بنحاول نعلم فيها ازاي يبقى الاستثمار المستدامة وايه هي وسائل الانتاج اللي ما تنقرش تاني ولا تبدد ولا تسرف في الموارد الرئاسية وما تجرش على المستقبل واجهة المستقبل وده اللي بيخلي المجتمعات يكون فيها تنظيمية في الانتاج تنظيمية في او استمرارية في التنظيم للانتاج واعلاء قيمة التعافي للمجتمع وحفاظا على حق المجتمعات المستقبلة من هنا بنقدر نقول ان المدن المستدامة ينبغي ان تكون قادرة على اطعام نفسها مع الاعتماد الضغيل على المناطق الريفية ان يكون عندها مصادر الطاقة وهنا يظهر بقى مفهوم ان احنا عايزين يعني معانا قيمة الطاقة المتجددة لان زي ما اتفقنا ان الطاقة الفوزفويل او الطاقة الاصلية الطبيعية اللي هي الخارجة من مصادر الفحم والبترول والاقشاب وكلام ذا كله هذه المصادر يعني بتستنزف بطريقة شديدة جدا جدا وكمان بتزود في التلوث فابتدى يبقى فيه بداء لهذا الكلام وبتدنا نتكلم على ان احنا عايزين نوجد استخدامات اكتر للطاقة المتجددة واكتر من عشر انواع من الطاقات المتجددة دلوقتي هي اللي بيتحاول المجتمعات انها تعلم قيمتها وتعلم من استهلاكاتها لها من اسس اللي تبيني عليها المدرم السدامة اللي هي التقليل التلوث واحنا قلنا ان التلوث ده هو ناتج من استخداماتنا للطاق مصادر الطاقة الرئاسية وكمان حياء المجتمعية المتنية على الانتاج الصناعي وحتى كمان انتاج الزراعي المصفحة استخدام الاراضي الكفاءة وهنا بنقدر نقول ان الدور العالي للمجتمعات في الاراضي المحيطة لها او موجود فيها حياة بنلاقيه في صور اعلاء قيمة اما الزراعات اللي بتاخد من حق الاجيال القادمة في استنبات واستزراع اراضي لما يلاقوش اراضي يعرفوا استزراعوها او ان الاراضي تستخدم بطريقة عشوائية وطريقة غير منظمة بيقلل فيها كفاءة الاستخدام او استمتاع بالمدن المستدامة واخر حاجة ان هذه المدن يجد ان تعمل على عادة تدوير وتحويل النفايات سواء كانت الى طاقة او سماد او او ده طبعا صور متعددة لاسترلكات او او يعني او التعامل مع المخلفات طيب نرجع تاني يبقى ايه هي مواصفات المدن المستدامة انها بتستخدم نظم زراعية مختلفة بغرض تقليم صفات انتقال المواد الغزية احنا بنشوف دلوقتي ان بعض الانواع او الزراعات دلوقتي بنسميها الزراعات المائية او الاكابونيك وان في حاجة اسمها الزراعات الرأسية وفي حاجة اسمها الزراعات الرملية وهكذا ده صور كتيرة جدا جدا ليه لان في بعض المقناطق لا يصلح ان انت تسيب الزراعات بتاعتك في الجو او المناخ بتاعها او ان يكون الاراضي بتاعتها يعني شحيحة او ندرة او كده زي بعض البلتان فبالتالي بيحتاج ان يوجد البدائل لقلة وندرة الاراضي التي تستخدم في الزراع والتاني مواصفة من مواصفات المدن انها بتستخدم طاقة متجددة سواء كان الطاقة الشمسية او فوز الفوي او او اسف البيو ماس او البيو جاز او حتى الوين توربين اه معالجات الصرف وكل ده كله وغيرها كتير طبعا اللي هي زي طاقة الرياح طاقة التيدين وتاقة الامواج ودي طبعا من الصور المتنوعة العالية جدا جدا والكينيتك انرجي والحاجات دي كلها دي كلها مصادر طاقة متجددة التالية الدول تشتغل عليها بماس برودكشن يعني كميات ضخمة جدا من انتاج الطاقة سواء بانواعها المختلفة ليه عشان اولا يغطوا احتياجاتهم من الطاقة بصفة عامة للمجتمعات الجديدة لتوليد الكهرباء للمجتمعات اللي بتنشأ في المدن المستدامة او انها تستغل في الصناعات والزراعات واحتياجات هذه المدن من تغطية الاحتياجات الرئيسية لما بدلنا نقول ان ايه هي استهلاكاتنا للطاقة فبالله ان احد الاستهلاك العنيف جدا للطاقة هو استخدامنا للمكيفات الهواء وده يبتخلي المكيفات الهواء من ضمن الاسباب الرئيسية او الاولى في استهلاكنا للطاقة بصفة عامة فازاي ان انت توجد بدائل لموضوع استهلاك المكيفات للهواء او انك تعمل معالجات ومن ضمن المعالجات ده هي بنسميها احنا كمعماريين حاجة اسمها الباسف ديزاين وزاي نعلي قيم كتيرة جدا جدا في الباسف ديزاين عناصر كتيرة جدا جدا في من عناصر المتقلل من احتياجاتنا لمكيفات هوا تستهلك طاقة ديزاين من المواصفات المدن المتدامة وسائل النقل وتحسنها وجعلها اكثر ذكاء وهنا بنحاول نخلي هذه وسائل النقل تقلل من استهلاكها للفوزفويل والبترول او الطاقة الغير متجددة وهنا بيظهر استهلاك وجود وسائل نقل حديثة اللي هي بتشتغل اما بالطاقة الشمسية او بتشتغل بالكهرباء او بتشتغل بوسائل التنوعة لتسهير هذه الوسائل فاحنا او الكهرباء يعني طبعا زي المتروات والمنوالات والنوريل وحتى الاوتوبيسيات اللي بتشتغل بالكهرباء وطبعا ابتدى يظهر معنا حاليا اسمها الهايبرد ووسائل اخرى اكثر تقدما لان الوقت بيبقى في بعض رخصات ان في بعض المركبات بتشتغل بطاقة الهيدروجين وده هنتبقى برضو من ضمن تحسين لوسائل النقل كسافة البناء برضو بتحاول من حاول في المنور المستدامة انها ما تكونش عالي وبعض الحلول اللي ظهرت زي مدن اللي هي على طبقات وطبعا الموضوع المدن اللي على طبقات ده هو ما هوش حديث لكن هو قديم حديث يعني لكن باختلاف المسمى يعني كانت في اثناء الحرب العالمية التانية كانت المدن خاصة الاوروبية كانت المدن اللي موجودة فوق السطح هي اللي كانت عرضة لضرب كتير فلاقينا ان مدن كتيرة جدا كانت بتعمل القطرات اللي هي الـــــ... وده كانت فكرتها ان يبقى في تنقلات للناس لا تتأثر بالضرب اللي بيحصل فوق على الصدح. ولقينا في محطات الإقامات اللي كانت بيسموها ملاجئ ساعتها لهذه المدن تحت الأرض طبعاً إحنا بنتكلم ده كانان ده هو في فترة اللي هي الحروب العالمية الأولى والتانية لكن الآن بقى فيه تفكير على إن هذه المدن برضو ترجع تاني تبقى طبقات ولكن زي ما احنا بنشوف مثلاً النموذج اللي عايزين أو عايز بيفكروا في تصميمه وتنفيذه في السعودية في منطقة نوم برضو مدينة على طبقات إذن هي حلول متبينة وحلول متنوعة إزاي بيحاول نقلل فيها البناء أو التأثيرات السلبية لكسفة المباني على الأراضي بتاعتنا الأراضي الموجودة لهذه المدن ومن ضمن الحاجات المجتمعات ده من المجتمعات ذكية بتحاول إنها توجد لنفسها حلول حتى ولو حلول فردية حلول ليست مبنية على تخطيط مستقبلي وتخطيط مستدام بيظهر مفهوم كلمة الزحف العمراني بطريقة أخرى هو حل يعني حتى لو كان حل يعني غير هندسي أو حل غير مخطط بطريقة جيدة لكن هو حل ليه احتياجات الناس للسكن واحتياجات الناس لأنها تتوجد في أماكن فيها فرص العمل أكثر وأقوى من الأماكن اللي هما جايين منها فإنت إزاي إنك يعني تحول هذا الكلام إلى شيء مخطط وشيء مستدام في ده أحد العناصر الرئاسية للمدن مصر من هنا نقدر نقول لو إحنا خدنا قياسة من جمهورية مصر العربية يعني كنموذج وتحديدة لمحافظة الواد الجديد إيه السبب الرئيسي اللي إحنا بنتكلم فيها السبب الرئيسي إن مخطط العام اللي بيحصل في مصر دلوقتي بيتوجه إلي إنه بيشتغل على حاجة اسمها الجيل الرابع من المدن مفهوم كلمة الجيل الرابع بيبقى فيه لابس كتير جدا ما بينه وما بين المدن الزكية الجيل الرابع يشتمل على بعض المدن الزكية لكن هو أكثر جيل من أجيال المدن المستحدثة تقيبا 14 مدينة استحدثت في الفترة الأخرانية بتحاول القرار السيادي إنه يعلي من هذه المدن الجديدة ليه؟ علشان في عندنا أزمة في الوادي الكسافة السكانية عالية جدا جدا والتوجه إن يخف الضغط من الكسافة السكانية ديت في إنشاء مدن جديدة هذا يعني على مستوى مصر كلها لكن لما نيجي نتكلم على محافظة الوادي الجديد وهي ركن عزيز جدا أو جزء عزيز جدا من مصر كلها بالكامل وهنا بني يظهر بقى في معانا معلومات لازم الناس تاخد بالها منها إن هذه المحافظة طبعا كنفذة تاريخية بسيطة إنها أعلنت رسميا سنة 61 في عهد رئيس دمال عبد الناصر وهي من حداثة المحافظة إلا إنها معروفة عنها إن فيها وحات موجودة منذ القدر وحنشوف إيه هي هذه الوحات طبعا حاليا بيدير المحافظة هو السيد المحافظ السيد اللواء محمد زمرو واركان حاب وهو اللي موجود حاليا وحنشوف الإنجازات اللي ممكن نقول عليها بيتساعد على التنمية المستدامة في هذا المنطقة من سنة 61 المحافظة كانت للأسف الشديد يعني مش عايزة أقول إنها كانت يعني محبورة لكن كانت يعني شبه ما بتتحطش في مخططات التنمية وكمعلومات عامة بقى المحافظة دي هي من أطخم وحافظات مصر أكبرها على الإطلاق من نسبة المساحة بتاعتها 44% من مساحة مصر كلها بالكامل يعني تعادل 440 ألف كيلو متر مربع و66% من مساحة الصحراء بصفة عامة اللي موجودة في مصر الشرعية والغربية هي مكوناتها خمس مراكز رئاسية اللي هي الخارجة والدخلة والفرافرة وبلاط وبريس أنا بكلم بقى على محافظة فيها مراكز دي هي ما هنعرف دي إحنا بنتكلم عليها بصفة مجملة ما بنركزش على مدينة مدينة إن كانت من ضمن الـ 14 مدينة في شرق وينات تحت خالص أحد المدن اللي هي برضو مستحدثة اللي بيتم فيها التنمية المستدامة للأسف الشديد هذه المحافظة على ضخامتها كلها إنما يقتمها 200 تقريبا 56 ألف نسمة يعني تقريبا بمعدل فرد لكل 2 كيلو متر مسطح من الجميل في هذه المحافظة النسبة الأمية فيها لا تتعدل لتين في المية والجريمة لا تتعدل واحد في الألف المحافظة هي تقع في الجنوب الغربي لجمهورية مصر العربية فبالتالي جواها 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 جو صحراوي صيفها بيبقى جاف لكن في الشتاء بيبقى درجات معتادلة وللأسف الشيء دي طبعا فيها نقدر للأمطار هنا بنيجي في مشكلة رئيسية لمشكلة المياه طب بتتعالج المياه إزاي نشوف كده هو بعض التحليلات لو عملنا سوات أناليسس للمحافظة كلها فبنتكلم بقول إن مقاط القوى بتاعتنا أكبر محافظة أنه فيه وجود أراضي فيها محتاجة تنمية جميلة جدا فيه قوانين استثنائية للمحافظة فيه اهتمام دلوقتي للقيادة السياسية بالإضافة للتنمية الحضرية اللي موجودة في الجمهورية مصر العربية بتحاولناها دلوقتي تعلي من التنمية المستدامة لهذا المجتمع الغالي علينا اللي هو محافظة الواد الجديد بنلاقي إن فيه كميات من المياه بنسميه النهرين بيمروا من تحت المحافظة الخزان النوبي ده خزان من منابع النيل الرئيسية من أسيوبيا وكهوة بيغزي هذا الخزان النوبي اللي في بعض التقديرات بتصل لأكتر من 100 مليار متر مكعب وفي بعض الأوقات بتصل إلى 300 مليار متر مكعب الرقم بالتحديد لسه يعني ما نقدرش نقول عليه رقم بقيه لكن فيه مخزون مياه ده وفيه عالي جداً جداً فيها نسبة السطوع الشمسي فيها طبعاً عالية جداً إنها تصوح إنها تستخدم فيه الطاقة الشمسية وخلافها فيه وعي بأهمية حماية المجتمع وفيه أبحاث زراعية صحراوية جامدة جداً وكتيرة جداً في مركز بخص الصحراء والزراعة وبنلاقي إن من ضمن النقاط القوى اللي فيها إن فيها هنتكلم على الخدمات الموجودة فيها زيطور ومطارات وكدهول فيها بعض المناطق اللي ممكن تستغل كمناطق ترياح القيم والمسلم الأخلاقية الموجودة في المجتمع عالية جداً جداً وهنا بنحطها تنقاط قوة بتحمي المجتمعات من الانهيار الأخلاقي اللي بنشوفه في المجتمعات أخرى البيئة المحافظة المحافظة تقريباً زيرو تلوث يعني لما تيجي تشوف مقارنة بالمساحة الضخمة اللي فيها دهية دهية مهما كان إحنا لا نجد فيها هذا التلوث لإنها بيئة صحرية متعافة فبالتالي التعايش فيها والتواجد فيها يحمل من الصحة والخير لأفرادها لو توجهنا في إعلاء قيمة التنمية المستدامة لهذه المحافظة هل يوجد فيها فرص أو فيها فرص كتيرة جداً جداً لأحد الأسباب الرئيسية في منظومة المجتمعات اللي هي التعليم إيه اللي ممكن نستفيد بيها برضو التوجه الزراعي اللي موجود فيها موجود بالصفة قوية والغميل جداً جداً التوجه السياحي أو التنوع السواحي العالي جداً جداً المطارات على النساحة دي كلها محتاج مطارات أكتر وأكتر من كمية المطارات اللي موجودة لسه البنية التحتية بالمحافظة المقارنة بمسطحة طبعاً محتاجة صرف مليارات جوهن جامدة جداً لكن هي نسبة وتناسب هي هي بإعلاقة طردية مع حجم السكان وعادل السكان المعالجات الصرف محتاجة طبعاً يتعمل لها تقنيات عالية جداً علشان تستغلب صفة عالية لأن احنا عندنا نضرف المياه فبالتالي أحد الحاجات المالولة أنها يتعمل معالجات المعالجات الصرف الجماعيات الأهلية محتاجة إمكانات أكتر دور الأسر المنتجة محتاجة يعني طريقة كويسة الاستصلاح الزراعي قد تكون عالية تكلفة فبالتالي لازم يكون فيه علول تقدر تغطي احتياجات المجتمع دول مياه تعافى محتاج دعم من الدولة كتير خبارات النوعية التعليم تحتاج تنوع فيها عالي النشاطات السياحية محتاجة أنها تعلق في ضعف المشاركات المجتمعية والمسابعات والفعاليات مهرجناً طبعاً لأن الحجم السكاني قليل طبعاً الموضوع بتاع السيانات دي برضو ضعيف شوية بعد المسافات ما بدأ المدن لكن هنتقدر كله يعني اللي موجود حالياً إيه وإيه هو احتراطه إحنا بنتكلم بحجم هذه المساحة نحن نتكلم عن 440 ألف كيلومتر مربع يعني إحنا لو قلنا أن مصر كلها عايشة على 8% يعني تابعاً 80 ألف كيلومتر مربع 80 ألف كيلومتر مربع لو افترضنا أن 440 ألف فيها ما فيها بشر فأنت محتاج أن تكون تفكر أن هذه المساحة بس لوحدها ممكن تغطي خمس أضعاف آآ تعداد السكاني لمصر يعني كأنك تقدر تحط فيها نص مليار خمسمائة مليون ناس ما ممكن يكونوا في هذا المكان وبيلقوا كمان يعني 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 فيه مسافات كمان بايمية ما بين الناس وبعضيها من الفرص اللي موجودة إن فيه طاب حضارية حلوة قوي نمو عن مهوية المحافظة ممكن يستغل المسابقات ما بين الأهالي دي بتظهر نواحي جمالية عالية جداً جداً وبالتالي لازم يكون تزيد هذه المسابقات والتالية ليه تعمل عليها شغل الأبحاث اللي موجودة للسوتيات المحلية والعالمية ممكن يستعمل بها لتحقيق التنمية الطرق البرية والمزدوجة تبقى فيه طرق مزدوجة كتير وحنشوف الكلام ده هو في المستعدات اللي جاية المطارات اللي موجودة بنيا التحتية في سن قوانين محافظة سهل عامة للشركات متخصصة استزراع نباتات قليلة الاحتياج ده كله في الفرص الموجودة لهذه الريدي موجودة الحاجات دي هي طبعاً مساحة الكبر مساحة بيخليها تنوع في استخراج المهات الضوفية وهو ده هو طبعاً نقطة قوية جداً جداً المسافات بتاعة استخراج المهات الضوفية ما هياش واحدة ما هي السبت ففيه تنوع عالي جداً فيه ابحاث كتيرة جداً اتعملت في هذه المنطقة ومحتاج انها تستكمل بها اكتر من كده بالتأكيد في مبادرات قوية للمجتمع ومبادرات قوية ليه اه اصحاب القرار بيحطوا المجتمع تحت اه 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 في مواجهة مع ايه يلا بقى تفضل تعال خش في احنا بناعمل المبادرات اهو تعال خش وشارك معانا في هذه المبادرات وبالتالي احنا بنقول لكل المجتمع انه خش ويعمل تطويره تنمية المحافظة نشأ ثقافة خدمة المقطع هذه مهمة جدا ودي من الحاجات اللي موجودة بطريقة يعني على قدر الإمكان يحتاجة طبعا دعم لكن هي من الفرص اللي موجودة طبعا توطين الصناعات الجديدة، توطين عمالة، إمكانية تخال الخبرة الإجنبية، تنوع البيل عالي زيادة فعل أبناء المدارس اهتمام بزاوي الاحتياجات الخاصة، طبعا فيه مشروعات ضخمة جدا ضمن الحاجات اللي كالفرص اللي ممكن تكون المنطقة دهية زي ما قلنا قبل كده أنها من الأجواء القوية جدا أو أجواء مضيفة النقية اللي مفيش فيها تلوث فأنت ممكن تكون مماطق لتوطين العلاجات وتوطين المشاريع الصحية في هذه المحافظة ومن ضمن هذه الاهتمامات اهتمام بزاوي الاحتياجات الخاصة وفي مركز فعلا موجود ومركز ضخم موجود في مدينة الخارجة يريتي تكرر منه عشرات المراكز في مستوى المحافظة كلها بالكامل زي ما قلنا البيئة المناخية رائعة جدا بالإضافة لحتى كمان البيئة المكانية إمكانية زراعة نماتية العلوية عامل مهارات الانتاج الجديد من الحصول في تهديدات ان فيه للأسف فيه ضعف وجود مستثمرين زحف الرمال نتيجة للتغير المنافذ بالمحافظة ده هو طبعا بيتعمل لهم علاجات لكن علاجات على قدر الأفراد اللي هي الزراعات النخيل وزراعات الأشبار اللي هي بتوقف الزحف شوية لكن طبعا محتاج يكون فيه توجه باستثمارات لهذا المكان رضرة الأمطار بالمحافظة وذي طبعا يعني بتسبب لنا ان ما فيش مفيش يعني جديل للمياه مياه الدوفير الدرجات الحراية بتساعد على فاقد المياه درجات الحراية عالية طبعا لكن طبعا فيه علاجات لها طبعا لكن هي من ضمن التهديدات اللي نلاقيها حتى عند المزارعين العاديين للأسف الشديد المحافظة هنشوف فيها كم الأثار اللي موجود فيها لكن هي لأسف حتى بعيدة عن خريطة خريطة السياحة العالمية فضلا يعني محلية حتى كمان فبالتالي ده هي تنظم التهديدات اللي بنحاول نحن نعلى فيها اهتمامات المحافظة بها ضعف الميزانيات المخصصة للمحافظة وده هي يعني اتغيرت بعض الصور لها اه فترة اخرين هي ده هي المسافات ما بين المدن وبعضها محتاج ان طبعا يفهمها مستوعبة لان ده هي محتاج ان يكون عن ايتامي عليها مشاريع كتير جدا عدم وجود صناعات مكملة بمن ضمن التهديدات الفقر طبعا بيرتبط بقلة الفرص العمل فلما يكون فيه فرص عمل اكيد الفقر ده بيقلة تنظم زيادة الاسر وحيدة المعيل وده هي من ضمن المشاكل لان نتيجة للأسف الشديد ان العائل اوحب بيجيب اسرته وبعد ما يجيب اسرته بيلاقي نفسه اضطر ان هو يسافر او يسيب عيلته علشان يدور على رزق في مكان تاني بعد ما كان وطن اسرته في هذا المكان وده من ضمن المشاكل عدم وجود انشطة مبشر اطفال والشباب طبعا فيه انشطة لكن مش بالقدر الكافي ان احنا نقوله عليها انه يتغطي احتياجات المجتمع الموجود هنا وكذلك المسابقات وعدم يعني موجود متخصصين لفتحة اسواء لمنتجات المحافظة السماعات المكملة برضو تاني تكلفة البنية التحتية عالية جدا وده هي بتأثر كامل جدا على احتياجات البنية التحتية للمحافظة المستثمرين جدين قلناها في الاول انها ضعف وجود مستثمرين وفي نفس الوقت ان احنا عايزين نوبة المستثمرين جدين هي دي يشكلها بها جدا المحافظة فيها ندرة واضحة للمشاريع الداخلية والدعاية للمشاريع قلت اعداد الفنادق وخدمات السايح خروج المحافظة من ضمن التحديدات الازمات السياسية والعالمية كأزم الكورونا اثرت جامد جدا حتى على نشاطات الضعيفة اللي موجودة للمحافظة المحافظة على الرغم من حجمها ده كله الا انها او رغم العدد السكان الضعيفة اللي فيها لكن هي حصلت على بعض المراكز على مستوى المجتمع المحلي كلمة عن المجتمع المحلي المجتمع النصر الاصفة عامة وده بيدي لك فكرة على ان هذه المحافظة على الرغم من انتناتها متوضعة الا انها بتحافظ على كيانتها فسوى كانت على مستوى المدن فاحد المدن فيها زي الخارجي خدت مركز اول والمستوى المراكز في مدينة مركز ومدينة الداخل برضو خدت مركز ثالث وهكذا الديت بتدي ايجابية عالية جدا جدا عن التصور لمدى تقدم هذه المحافظة لكتنمية مستدامة وكفكر تطور حضاري لهذه المدينة لما ينبص على الخدمات الموجودة في هذه المدينة يلاقي ان في فترة وجيزة 2014-2021 زادت كميات الطرق تقريبا اضافة في فترة زمنية لا تتجاوز كام 7 سنة من 2000-2022 كم او يعني 2000 كم الى 4000-2022 زادت الخدمية تقريبا 222 كم وهنا بنتكلم على ان التوجه بقى اللي انا بقول عليه في الاول وهو التوجه التجمية الحضارية للمجتمعات في مصر وفي المحافظة في تركيز على المحافظة في انشاء المجتمعات تقدر تستوعب ان لو في بدايل عن الوادي او وجودنا في 8% فهتكون المحافظة هي احد البداية القوية جدا النقل البري موجود في المحافظة بطريقة جيدة جدا بتربط كل المراكز المحافظات الأخرى بمحافظة الوادي الجديد ودي هي تنقطة قوية لان طالما انت وجدت طرق فاصبح النقل البري بقى منتها البساطة يقدر يتعامل مع هذه الطرق ودي هي تنقطة قوية انها بقت ربطت مش بس المدن الداخل المحافظة وكمان المدن الخارجية ودي احد الحلول للتنمية المستدامة ان انت تعلم معها قيمة المدن كان فيه خط قطر زمان موجود تنديوربوك منطقة اسمها ابو طرطوب ودي منطقة مشهور بيها منجم الفسفات اللي موجود في المحافظة وهذا المنجم كان حجم ضخم جدا والغريب ان هذا الخط السكر الحديد كان معمول من ايام الملكية وللأسف الشديد اهمل هذا الخط الداخل دلوقتي بيعاد سيام طبعات تطويره علشان يرجع تاني يشتغل حتى يصل الى قنة ومن قنة الى سفاجة فبالتالي هو يقدر يستوعب حركة النقل سواء كانت رقم الركاب عن نقل البطائع ده في الخطة الشغالة دلوقتي عليها الوزارات المعنية لتطوير هذا الخط في المحافظة فيه ثلاث مطارات والثلاثة بنجد فيه تناوى فيهم مطار شرق العوينات ده مطار موجود اساسا في المنطقة الجنوبية وهو معني في المقام الاول بالانتاج الانتاج الزراعي والانتاج في مطار الشرق العوينات مطار الخارجة ده بيبقى لقل الافراد وهو مطار واحد بيشتغل مقل الافراد للأسف المطار الداخلة لا يعمل ولكن محطوط في الخطة في التنمية بتاعها المطارات يعني في دلوقتي خطط ضمن الخطط اللي احنا متكلم عليها ان خطط التنمية تزيد فيها وعدد الرحالة تزيد فيها وتنوع ما تبقاش كلها بسنجر بس او ركاب بس او بضايع بس فالتنوع دوت حيبقى الخطط هي دي اللي بتتولاها الجهات المعنية برضو في تطوير هذه المطارات المحافظة في المدن الرئيسية اللي فيها بتتشغل على الجرد على الشبكة الرئيسية وبالتالي احتياجات المحافظة قياسا بحجم العماء بحجم الأقفاض الموجودين فهي متكفية جميل جدا ومع ذلك بيزيد دلوقتي في المحافظة مشاريع الاستهلاكات او مشاريع الطاقة الشمسية وتحويل الاستهلاكات الى الطاقة الشمسية اكثر من الشبكات الرئيسية من ضمن المماريزات المحافظة ايضا من وضوع الجهاز الطبيعي ودخوله في مدينة الخارجة مدينة الخارجة هي المركز الرئيسي او هي العاصمة للمحافظة وده بنتكلم على ان احد النقطة القوة الكبيرة جدا جدا لتطوير منظومة البنية التحتية للمحافظة ايضا من ضمن الحاجات القوية ان الملمدر الرئيسية متغطية بشبكات التصويرات قوية وبالتالي ده هي بتدي فرصة للتعايش المستقبلي الجيد لأي مجتمعات حتي تتعايش بعد كده في المحافظة المحافظة على ضخمتها لما فيها لحد لا تغطية نعقولة للفنادق وهنا بنشوف ان الفنادق ما بين 3 نجوم و 4 نجوم وعدد الغرف لحد الولاياتي 650 نأمل ان يتضاعف هذا الرقم في الفترة القادمة لان احنا عايزين يعلى المشاريع اللي بتتبني عليها وجود السائح لهذه المحافظة في بنوك موجودة وامكان يكون لها بنوك محلية في المحافظة وبالتالي اي مستثمر ما عايز يعمل اي بيزنس او اي شغل هناك حيلاقي كمان خدمة البنوك موجودة المحافظة اخذت على حقيقة انها تكون اول محافظة تعمل حاجة اسمها الحكومة الرقمية او ديجيتال جوفرميت وهنا تدعى يبقى فيه منشآت اتواجدت في المحافظة بتحاول انها يعلى مفهوم كلمة الحكومة النموذجية والحكومة النموذجية وده طبعا تحت التنفيذ لكن هي يعني هتكون اول محافظة بيطبق فيه هذا الكلام بمنفئاتها الحديثة للمحافظة بعض المشاركات المجتمعية علشان يعلى برضو مفهوم كلمة التنموذج المستدامة للمجتمع وعامة وهنا بنشوف ان الادوار بتاعت المحافظة ليست قائمة فقط على المحافظ ولكن المحافظ والجهات المساندة ليا علشان يعلى فيها استيخدام او يعلى فيها تفاعل القرار السياسي والسيادي مع المجتمع فبينلاقي ان المحافظ بيحاول يجيب يستقطب ناس كتير جدا من المحافظات الاخرى فبيحاول ان يبقى فيه شراكات بينه وما بين المحافظات الاخرى في جمهورية مصر عبية زي طربية وما فيها قطف الشهر وبيدني مباني لهم ومنشآت لهم علشان يبقى فيه اعادة استيطان يعني فيه محافظات كتيرة جدا في مصر ليس لها زهير صحراوي والاراضي فيها غالية جدا جدا فالمشكلة ان هذه المحافظات الكسافة السركنية فيها بقتعالية قوي 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 فكان المبادرة اللي اتعاملت في المحافظة طيب ما تعالوا يا محافظات دقيقة هاتوا ابنائكم هاتوا اولادكم وتعالوا نعمل لكم مساكن بسيطة ليهم ونحاول ان احنا نعلق قيمة الاتصاب بقاش مسكن مباسة فبالتالي المحافظة بقى تتولى المحافظة اللي هي اللي جاي منها ابنائها تتولى توزيع اراضي في المحافظة محافظة البادي الجديد وهنا المحافظ بيدي فرصة لهذه المحافظات انها تتملك حتى العشرة تلف فدان علشان تتوزع على اهالي المحافظات الوحيدة من المبادرات القوية للحكومة او المحافظة ان اعادة تجميل المحافظة على فكرة من انضف ومن ارقى سبب انها بتاخد مركز وان الشوارع بتاعتها نظيفة جدا جدا وبنية تحتها بتاعتها الى حد المغطية احتياجات فبنلاقي ان كمان بيكملوا المنظومة ان حتى المباني كمان اتدى اتبا فيها شكل جمالي الى حد ما بيقدر يغطي احتياجات البعد الجمالي لسكان المحافظة كانت الاطفال والطلبة بتاعتهم دارس كلهم كانوا في هذا المحافظة احنا نتكلم على متين ستة وخمسين الف نسمة يعني احنا مصر كلها مية وخمسة مليون تقريبا متين ستة وخمسين فما كانش في اهتمام كتير جدا بالزيل موحد اصبح دلوقتي فيه زيل موحد اولاد المدارس وكل مدرسة او كل مرحلة سنية معينة لها درجة لون معين مختلفة عن درجة اللون ما بين الولاد والبنات ما بين السن سريعا برضو نكلم عن ايه هي مشاريع الموجودة في المحافظة القايمة فيها اهم حاجة فيها اللي هي الاستثمار السراعي وده احد الاسس اللي بيتبني فيها اي استثمار للمحافظة وده زي ما انت شايفين كده هو تلكميات المزروعة حد دلوقتي في المحافظة يتخطى مليون ونص فدان فانت بتتكلم على ان انت عايز يعني يزيد هذا الرقم هنقول ما هيزيد احد المشاريع المبادرات القوية جدا جدا ليه اعلاء القيمة بتاعت الاستثمارات الزراعية في المحافظة مشروع القومي اللي هو استصلاح مليون فدان واستصلاح مليون فدان ده غير المليون ونص يعني المطلوب في الفترة الجاية ديت ان كمان تزيد القصة الى اثنين ونص مليون فدان وده رقم اعتقد ما هيحتاج مجهود جامد جدا جدا ويحتاج مستثمرين كتير علشان يعلق قيمة المليون فدان دول يستصلاحه ويستزرعه وزي ما قلتلكم وزي ما الصور باينة ان البنية التحتية فعلا بتحاول انها توجد فرص كبيرة جدا جدا للاستثمرات في هذه المنطقة سواء كانت مادة الطرق او سواء كانت معالجات المياه او وجود مياه الشرم ومياه للريم ومياه الزراعة كل الوسائل دي كلها بنية تحتية عشان نوصل للمليون فدان بطريقة تقدر تغطي احتياجات نصر احنا مش بس نصر لكن احتياجات العالم كمان ان احنا في فترة ما كنا نغذي العالم فكانت يقال في بعض المصادر ان قد يكون هذه المنطقة كانت احد المواطئ اللي كانت بتغذية العالم من الغزاء حاليا دلوقتي موجود في المحافظة 2.5 مليون نخلة المخطط العام يطلب من المحافظة انها يزيد على 2.5 مليون نخلة يعني عايزين يوصلوا لخمسة مليون نخلة في محافظة بحجم المحافظة الواد الجديد وهي ديت برضو احد الفرص الاستثمارية العالية جدا جدا لهذه المحافظة كان مخطط ان يتزرع الزيتون على مساحة 1000 فدان لحد الوقت المرحلة الاولى وصلوا لـ 400 فدان وده كمخطط او كمبادرة اطلقت لزراعة الـ 1000 فدان الفترة جاية نتمنى ان الموضوع الضغط يزيد لان المحافظة من ضمن المناطق القوية جدا جدا للزراعة الاراضي فيها قابلة يعني عفية وقوية تقدر تزرع فيها انواع كتيرة جدا جدا من الزراعات من ضمن الحاجات المبادرات الموجودة في المحافظة اللي هو زراعة التوت والداج الحرير الطبيعي مبادرات اللي هي نباتات الطبية والعطرية وده برضو ضمن الحاجات القوية جدا جدا اللي المحافظة ده الوقت ما تبنيها انها تقدر تعمل خدمات اللي يحاول ان هو يخش في هذا الاستثمار النباتات الطبية والعطرية العوائد الدخمة بتاعتها بتخليها من المشاريع الناجحة في المحافظة الاستثمار الدايجيني ارتدى يجا فيه اهتبانات قوية جدا جدا في المحافظة للاستثمار الدايجيني وده يتبض ونقطة مش بس التغذية اللي الموجودين في المحافظة المتين ستة وخمسين ولكن ده تخطاها الى المحافظات الاخرى والتنمية المستقبلية كتنمية مستدامة وتنمية حضرية للمجتمعات اللي ممكن تقام في هذه المحافظة المستقبلة ان شاء الله في احد المشاريع القوية ده هي اكتر من مشروع زي ما انتم شاهدين كده بارقام بنتكلم على ارقام مش قليلة ضخمة محتاج ان يكون في اضعاف هذه الوقام ان شاء الله في الفترة الجاية احتياجات المحافظة لان يكون فيه استثمارات في الصناعة مع قريدي فيه موجود طبعا في حاجات متسجل على الصناعات او اللي هي زي اعادة تدوين مخلفات تحت دريد النخل مثلا ومثلا انتاج الصناعات المتابطة بالمستخرجات الارضة مثل البنجرز التصنيع الفول السوداني والعصائر مربط كل ده موجود حاليا وان كان مطلوب انه يزيد بكميات اكتر من كده استثمارات المطلوبة في المحافظة ايضا استثمارات قائمة على نكمل الصناعات المكملة والخدمات المكملة للاستثمار الاولى للاستثمار الزراعي فبيحاول ان يبقى فيه صناعات اخرى تستقطب في المحافظة زي صناعات مصانع الجهزة الرهية الحديثة ومحاطات الطق الشمسية مجانات حفر الامار تلاجات حفظ الحاصلات الزراعية مصانع التابعة والتقنيف محتاج الموضوع ده هو يزيد اكتر واكتر استثمار فيها المحافظة من حجمها الضخمة جدا وجدت فيها معادل كثيرة اول حاجة احنا اتكلمنا عليها اللي هو الفوسفات والفوسفاته يستخدم في السناد بكميات ضخمة جدا فبطرطور لكن الحمد لله فيه معادل كثيرة ايضا وجدت زي حجر الجري اللي بيستخدم فيه الاسمنت الجرانيت والبازالت والكسيد الحديد توجد بكميات مش قليلة الرخام الزالط الرمال البيضة وصراعات الازاز اللي ممكن تعتمد على رمال البيضة وهكذا انت ممكن تلاقي نفسك بتتكلم على ان محافظة مليانة من الفرص ايه هي فرص تحديات احنا بنحاول نعلم برضو في توجهنا للتنمية الحضارية للمحافظة انها تكون اول محافظة في مصر صديقة البيئة ومفهوم كلمة صديقة البيئة هو انها تخطى مفهوم المشاريع الانتاجية او مشاريع الخدمية الموجودة احنا بنحاول ان احنا يبقى المجتمع نفسه كمان يتفاعل مع المفهيم الصديقة البيئة بنحاول ان احنا الكلمت خلال محاول متعددة زي محاول اسكانون هنشوف المتلم عليهم واحد واحد اعتقد ده هي من المحاول القوية اللي انت تقدر تبني بها اي مجتمع محاول رئيسي محاول اسكانون تفتيت احنا بنحاول نعلي فيها مفهوم كلمة المباني البيئية المستدامة فيعلم عن المباني الخضرة وده التوجه الجديد للمنشآت الحديثة اللي هتبقى موجودة في المحافظة ان شاء الله فترة اللي جاية ان احنا نشتغل بالبنى بالطين يعني انت عندك مزارع كتيرة جدا جدا محتاج ان يكون لها الصراحات محتاج يكون لها انك مفهومة من نلجأ الى ان احنا نستورد الاسمانت من المحافظات الاخرى او الحديثة عنشان نبني مباني هيكلية بالخرصانة والاسمانت طب ما يبني بالطين وبقى في عندنا خبرات متنوعة عالية جدا جدا في قدونا بتربة الارض او قدونا بالطين في هذه المطاقة او التربة كمان هناك بتساعد لحاجة زي كده التربة هناك قوية الطفلية بتاعتها بكثافات عالية نقدر يبني بها كويس كده وممكن يستفاد بافكار مبتكرة زي ما كنا بنتكلم على موضوع مخالفات النخيل فازاي ان احنا ممكن نستخدم جزء النخيل في بناء واستكمال موظومة المناء في بعض الافكار زي البناء بالكونتينرات وان كانت طبعا النقل فيها حيبقى مكلف شوية لانك من اقرب مين علشان توصل للمناطق ده هي محتاج فكر كتير في التكلفة ده هتبقى عودنا ازاي لكن احنا بنقول ان لازم يكون في تطور الفكرة ده من ضمن الحاجات القوية جدا في استفادتنا من المشاريع اللي موجودة على مستوى العالم المشاريع اللي موجودة في دولة الامارات الشقيقة ونتمنى ان يكون هي التوجه الرئيسي لمصادر التنمية والاقتصاد في دولة الامارات الشقيقة انها يتوجه للمحافظة ونتمنى ان يكون احد هذه التوجهات ان زي ما في مدينة مصدر في ابو الظابي نتمنى ان يكون في مصدر المصرية تبقى في محافظة الوادي جديدة ونتمنى ان تكون نقطة انطلاقة قوية جدا جدا هذه القرية انها تستقطب رجال الاعمال وتستقطب المجتمعات الحديثة انها تتعايش في محافظة الوادي الجديدة برؤية وفكر جدير وإدعاء جديدة بنحاول نعلي قيم تخطيط الروح التنفسية ما بين الاطفال والشباب والفنانين ونعمل مجالات المسابقات بنحاول ان احنا نعلى هذا الكلام ده كله بنحاول ان احنا نوجد عناصر جمالية كتيرة جدا جدا في المحافظة بوجود آريات كتيرة علشان يعلى فيها الجمال المغادين والطرق والمظلات والافكار الابداعية الأخرى المدن الرئيسية في المحافظة الداخلة والخارجة انتشف فيها الجمال والحضائق ونحاول ان احنا نوجد كيانات تربط المجتمعات بالمدن دهية بطريقة جيدة جدا ونحاول ان احنا نجعل فيها الاستهدام الجيد للمساحات الموجودة والافكار الابداعية لهذه المساحات من ضمن الحاجات التحديات العالية جدا اللي بنحاول ان احنا نقضيها في المحافظة اللي هو التغذية بالمية ومعالجة الصرف وده يبقى محتاج ان يكون فيه افكار خارج الصندوق زي ما يقوله والحمد لله ان مراكز البحثية يشغال على المبادر هو بطريقة جيدة جدا وان كان طبعا بيبقى فيه افكار خارج الصندوق لامكانية تقليل تكلفة استخراج المياه الجافية وان كان طبعا استمطار الامطار محتاج لكون فيه صحاب او قدوات لكن فيه معالجات اصبحت دلوقتي بتقدر تعمل استمطار الامطار وهي النقطة من النقطة اللي بيجيب لها تفكير عالي جدا فيه معالجة مشكلة المياه في المدن المعالجات الصرف الصحي اتدعى يكون فيه توجه لانها تتطور اكتر واكتر والمعالجات السنائية بقت ثلاثية دلوقتي في المحافظة اعتقد ان بقت كمان فيه مشاريع بتتبني حتتبني على وجود هذه المعالجات المياه الصرف الصحري سواء كانت لعمل طاقة او سماد او خلافه ولكن هي في الاخر احد المشاريع القوية جدا جدا فيه اعلام احتياجنا للمياه في المحافظة طبعا اتكلمنا على ان المحافظة ضخمة الوادي الجديد محافظة اساسا صحراوية فانتا عندك نسمة سطوع الشمسي فيها عالية جدا جدا من اضافة انها صحراوية فيها موضوع الرمل فانت محتاج ان انت تستغل الكلام ده هو في الطاقة البديلة نشر فكرة او ثقافة الطاقة البديلة سواء كانت على مستوى المحليات ومستوى الشوارع وطرق وكمان على مستوى المزارع وده اللي بيتحاول التوجه السياسي انه هو يشتغل عليها دلوقتي زي ما قلنا المجاني الحكومية دلوقتي كمان حتى كمان تبقى فيه توجه كامل جدا انها تبقى كلها معمولة ومش بس لحول المجاني الحكومية ومساجد وكمانيس بلوينة كلها تبقى منارة بالطاقة الشمسية وده ببضو من الفكر اللي هي علي دلوقتي فيها المفهوم استخدامنا كمان للطاقة المتجددة على الهيدروجين وكده هو فيه تواجه كامل انها ممكن تكون احد منقاطر قوية جدا جدا للمحافظة ان يكون فيه مشاريع بالشكل ده وبالضخمة ديه في المحاطة محتاج نستعمل قويس قوي ان الارض عفية جدا جدا في المحافظة فبالتالي يقدم نشتغل عليها زراعات حتى كمان الزراعات الغير تقليدية زي الغابات البولونية والمهوج الملحور والزراعات الأخرى والأخير والأنواع بأنواع كلها المختلفة زراعات الأكوابونيك الزراعات وكمان الطبية والعطرية وخلافه وكمان نقدر يعلى فيها الانتاج الحيواني بطرق أو يعني بحاجات غير تقليدية زي الغزلان والقائل والنعام الريدي فيه مشاريع فيه مشروع العام موجود لك لكن انه يبقى زيادة ويكسر فيها هذه المشاريع هو ده التواجه اللي احنا نتمنى من كل المستثمرين علشان يزيد فيها التنمية المستدامة لهذه المحافظة محور الصناعة والتعدين احنا بنحاول في كل المحافظة على ساعاتها الضخمة الريدي هي موجود فيها مجمعات صناعية موجودة في محافظة في مدينة الدخلة والخارجة في مجمعين صناعين بخر محتاج مستثمرين يعلى فيها صناعات كتيرة متنوعة زي صناعات المخلفات بأنواعها كتيرة اللي دخلة في البلاستيكات اللي دخلة في المواد البناء اللي دخلة في المواد العزل كل كل الصناعات الممكن تطلع من صناعات المخلفات اعتقد انها هتبقى فرصتها قوية جدا جدا في المحافظة كذلك الصناعاتها العدوية وصناعات التعدين يعني انا معادة كتيرة في المحافظة لو افكرنا فيه مصانع الاسمنت مصانع الوخام مصانع الفسفات السماد اعتقد ان هي هتبقى نقطة قوية وانطلاقة قوية جدا جدا واحنا نقول ان نحامة المحافظة تغطي مفهوم كلمة ان هيبقى فيه تلوس في الجو او لا اعتقد ان الموضوع دوات حتى لو الدرس من بداية الطريقة صح اعتقد حيبقى نقطة قوة وجاذب جدا 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 المستمعين في المحافظة اكلمنا على صناعات المستدامة المحور تعليم واحنا محور تعليم هنا هو ان يحاول يعلى فيها مفهوم كلمة انه القصد فيها ان احنا نخدم على المجتمع بصفة عامل لكن فيه توجه دلوقتي ان التعليم يبقى في خدمة المجتمع المحلي فقط ولكن كمان ممكن يكون توجه انه يخدم المجتمعات الدولية ايضا لان بيئة زي بيئة المحافظة بيئة قوية جدا وجيدة جدا جدا ان توجد فيها نوعية الغير تقليدية في التعليم يعني مثلا تعليم البيئي زي التعليم الفني اللي محتاج يتفكر بطريقة مختلفة كبير جدا اعتقد ان التعليم البيئي ان لو قلمنا فيه بطريقة جيدة من المراحل الثانوية الاولى حنصر ان احنا ممكن نفكر بطريقة جيدة ان ازاي يعلى عندنا مفهوم كلمة التعليم الجامعة كمان التعليم الفني محتاج كتير جدا لو احنا بنتكلم على مشاريع استثمارية المحافظة المحافظة بتحاول انها توجد لها الفرص القوية بانت محتاج تعليم فني عالي يقدر يغطي احتياجات تعليم المشاريع الاستثمارية المطبوبة وبالتالي علينا نفكر ان التعليم الفني يكون جنبا الى جنب الى التعليم العادي علشان يغطي احتياجات المحافظة في التنمية المستدامة المستقبلية نتلمنا على ان المحافظة زي تبيئة طبيعية نقية تساعد على تبنية مهارات الاطفال زي والاحتياجات تتحصى اعتقد ان داية نقطة قوة كبيرة جدا بجدا ان فيها احد المراكز اللي موجود فيها حاليا دلوقتي تقريبا تخطى قريبته 35 مليون جنيه من منشآت واجهزة وكدهات موجودة في المحافظة اعتقد ان المحافظة قادر انها تتعمل فيها مراكز مش ماركز اكتر من ماركز نتمنى ان يكون فيه فكر يوجه المحافظة انها تكون يعني المحافظة تتحاول ان يتعمل فيها جامعة بيئية حاليا المحافظة فيها جامعة واحدة بس لجامعة الواد الجديد لكن نتمنى ان احنا يكون فيها اكتر من جامعة ونشتغل بقى على مفهوم كلمة الجامعة البيئية يعني يبقى فيها عندنا كليات زراعة صحراوية كليات طب المناطق الحرة طب البطري الصحراوي صادرية العضوية العمارة البيئية التقنيات الروبوتية الجيولوجيا والتعديل وعلوم الأرض الصحوية كل دي هي الكليات ممكن تستحدث فيه جامعة الجامعة البيئية التي نتمنى انها تنجح في المحافظة السياحة وما ادرك ما السياحة السياحة التنوى العالي اللي تامد جدا جدا فيه هذه المحافظة ها بيخليك تقول والله اين هذه المحافظة من الخريطة من اول ما تلاقي السياحة او المناطق الطبيعية زي صحراء البيضة وصحراء السودا وجبال الكريستال والسفان والمغارات اللي موجود فيها اعتقد انها هتبقى لو حد فكر فيها كاستثمار عالي جدا جدا هتبقى نقطة قوة جدا فاحنا نقول انها كان فيها دلوقتي 650 غرفة فندقية نتمنى ان يتضاعف هذا الرقم لان احنا في عندنا زحم كبير جدا مش بس السياحة الطبيعية او اللي موجودة في بيئة المكان ده كمان في عندنا معابد في معابد هيب السفراني في معابد القويطة مقابر البجوات مقابر السواقة مقابر بلاط بالاضافة طبعا اللي كمان الاثار اسلامية قريطة القصر الاسلامية درد الغباري كل ده كله تنوى عالي جدا جدا موجود في المحافظة اعتقد انه هو نقطة قوية ونقطة جازبة عالية جدا جدا لو قيمت فيها مشاريع السسمائية قوية من كده كمان في ايه انه ممكن تتغلل بيئة صحروية تعمل فيها محاور ليه السياحة سواء كان تزحلق على المال او سباقات الهجنة او سباقات الرالي او سباقات البلون او استغلال ايضا من الحاجات القوية جدا جدا انه مكشر في محافظة الجياه الكابرتين فنجد ان احد النقاط القوية جدا جدا اللي بيجي لها السياح من مناظر كتير في العالم ونتمنى ان يكون في مشاريع اكتر من كده كمان ان يزيد فيها الاستثمار السياحة العلاجية في المحافظة لوجود كمية من الابار الكابرتية العالية الرمال والدفن بالرمال والسحمان بالطمي والاعشاب الطبيعية اللي موجودة هناك ثقافة بيئية جميلة جدا جدا اللي هي المنتجات اليدوية اللي موجودة في المحافظة لها التراث وزخم شعبي عالي جدا جدا يجب ان يستغل بطريقة جهيدة جدا جدا للمشاريع السياحة في المحافظة نتمنى ان يكون المحو الرئيسي في هذه المحافظة هو ان احنا نتعمل حاجة اسمها المصاري الأخطر بالسياحة بالمحافظة وناخد السياحة إلى مناطق لم تكن تطاقها قدم في بعض المناطق منصورة من المطارات إلى هذه المناطق اعتقد ان المحافظة لها من الأدوار اللي ممكن تقوم بيها كمحافظة تخش بيها هذه المحافظة في خارطة السياحية دوليا ومحليا احنا نحاول يعلم فيها التنمية المحلية زي ما قولك من أحد النقاط الضعف الموجودة في المحافظة ان هي محتاج ان يهتم بيها بالخدمات القائمة على الأسر المنتجة والقائمة على الأسر المعيلة وازاي ان احنا ندخلها في مفهوم منظومة المصابقات ومنظومة المعارضة الدولية دي محتاج كتير جدا جدا ان احنا نزودها ويعلم فيها الأدوار الموجودة على الرغم من قلتها انها منحاول قد يمكنها تبقى بيها الزخم عالي اخيرا احنا كتنمية مستدامة منحاول نحن نوصل لهدف ريسل اللي هو ايه؟ ان المحافظة الجديدة دي تكون اول محافظة مصر الخديقة البيئة وده اللي بيوجهنا جامد جدا جدا ان خدمة المخططات التنمية المستدامة للمحافظة وانا كده وصلت لنهاية المحاضرة وارجو ان نكون قطية مفهوم التنمية المستدامة بطلاءة جيدة والمثال الحالة الرئيسية لمحافظة البيئة لو في حد عنده ايه سئلة يتفضل افتح المكوط لو في حد عنده ايه سئلة الله كرمك دكتور احنا فتحين البيئة بلأ سئلة لو حد عنده ايه سئلة طويلة سئلة للدكتور مسائل خليه دكتور اهلا مسائل مسائل نور دكتور هاي بتفضلها دكتور اهلا مكوط هو انا كان دكتور برضو يعني باشكو حالك طبعا المحاضرة فعلا كانت حلوة جدا يعني باشكو حالك عليها انا عندي بس استفصال هل نقدر ان احنا نقول ان في مدن تانية او في محافظات تانية جوة مصر ممكن تكون محافظات تديقة للبيئة يعني اعتقد ان التمييز بتاع محافظة الواد تزيد انها محافظة بعيدة عدد استخدار قليل فمصادر التلوث قليلة امكانيات التحسين سهل تحقيقها او امكانيات التطوير للمزينة سهل تحقيقها هل ده ممكن يكون موجود في محافظات تانية يعني هل فيه توجه حكومي ان فيه محافظات تانية جوة مصر منقدر نقول عليه انها صديقة للبيئة او بتحاول انها تتحول الى انها تكون مدينة صديقة للبيئة وهل المدر القائمة هي المدن الكبيرة زي ما بنقول القاهرة او الجيزة او اسكندرية هل فيه امكانية انها تتحول الى مدن اقل ضرر البيئة يعني من ضمن سفراء المناخة مبادرة الخاصة بالمناخ والنقطة الخاصة بالاستراتيجات التنمية والجلاسيكو 27 والمؤتمر المناخ اللي هيتكون في مصر ان شاء الله على اخر السنة المهتم بتناول المناخ اهم النقطة اللي احنا بنتكلم عنها ان احنا يبقى فيه توعية بيئية والناس يبقى عندها ادراكة المشاكل البقية اللي احنا موجودين فيها ومسبباتها فهل ممكن ان الاستراتيجيات دي تكون خلال الفترة دي قابل تطبيقها على محافظات اخرى يعني عشان بس يبقى السؤال واضح السؤال الاولاني هل فيه محافظات اخرى في مصر بتتبنى نفس استراتيجيات محافظة الوادي الجديد يعني فيه مثل اخر داخل مصر نقدر نقول ان هي هتبقى محافظة او بتتحرك انها تكون محافظة صديقها للبيئة ده السؤال الاولاني السؤال التاني وهل ممكن وانا في نفس السؤال هل ممكن تكون المدن المقاربة لزروف الوادي الجديدة نحن تبقى مدن متطرفة مدن بعيدة مدن فيها معدل السكان اقل للتروس اقل امكانية التحسين سهلة او تطوير سهلة ان احنا نعملها نتيجة ليه وجود عدد سكاني قليل ده موجود ده سؤال اولاني السؤال التاني هل فيه حلول خاصة بالمحافظات الضخمة سكانية نزل القهراء والسكندرية والجيزة الحكومة بتتجه انها تسعى الى تحسين الاداء البيئي فيها ولا من الصعب ان احنا نتحرك فيه المحافظات اللي فيها معدل اسكان كبير وشكرا كديرا نحضر مفهوم كلمة التنمية المستدامة مفهوم بيجتمع فيه عناصر كتيرة جدا في صنع قرار ونقدر نقول ان يعني الجهة الرئيسية اللي تتبنى هذا التوجه هو اولا من وزارة التقسيط سوما وزارة البيئة كانت الاساس في وزارة البيئة ان كانت هي اللي بتقوم بالدور دهوت على اساس انها هي اللي بتاعلي قيمة التنمية المستدامة لمفهيم البيئة ومفهيم الاستدامة للمشاريع بتاعك من فترة اعتقد ان الوزارة ما بقتش هي الوحيدة اللي معنية بهذا الاساس اصبح في كل وزارة ووزارات دلوقتي وكل محافظة المحافظات اصبح فيه زي فرع للبيئة موجودة جوه الوزارة وجوه المحافظة فإذا اهتمامات البيئة زادت في الفترة الاخرانية دهية ما بين محافظات وبعضيها وبقى التدافس على ان ازاي يعلي قيمة البيئة احنا بنشوف دلوقتي هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى كمان في توجهها الجديد لكل المدن الجديدة بيبقى فيه توجهات كتيرة جدا لعناصر كتيرة جدا بتساعد على التنمية المستدامة يعني بنشوف المدن الجديدة المدن الجديدة انها ازاي تعلم مفهوم المماشي حتى في القاهرة حتى في استندرية حتى في مناطق كتيرة جدا جدا المماشي الممشي اللي بيقدر يخدم المجتمعات علشان يقلل كتير جدا من استهلاكاتنا من تلوسات البيئة لوسائل النقل بنلاقي من العاصر التنمية المستدامة مثلا توجه كتير جدا دلوقتي السيارات ابتدأ يبقى فيه سيارات بتشتغل على الكهرباء وبقتت وجدت محطات للشارجر للكهرباء للشحن البطاريات اذا فيه تنمية سواء كانت على مستوى السيادة اللي هو مستوى المحافظات او الوزارات وعلى مستوى المحافظات والمحليات ابتدأ يبقى فيه توجه لهذا الأمر ابتدأ يزيد كمان مشاريع اللي هي صناعات المخلفات والصناعات القائمة على المواد المخلفات والتحويلة إلى المواد العضوية أو صناعات أخرى ابتدأ فيه توجه وأصبح كمان الدولة كمان بتتبنى هذه المشاريع وبتعلي فيها قيمة إنه يبقى محمية أو لها لها انتيازات بريفلش عالية شوية علشان يخلي الناس بتشارك في هذا في هذا النوع من الاستثمار بيحاول أنه يغطي تراكمات سابقة عالية جدا جدا في المعالجات وإن كانت تمام في بعض يعني أنها دراماتيكية شوية هل هذا الكلام يطبق على المدن أو على المحافظات اللي هي النائية المحافظات النائية يعني هي أميز ما فيها إنها يعني غير ملوسة وبالتالي إنها تقبل إنها تكون فيها تنمية مستدامة أعتقد أن في بعض المحافظات التي يشتغل على كده سواء كانت في المحافظات الريسينة أو محافظات المطروح أو في الودي الجديد بصفتهم المحافظات اللي هي النائية أو محافظات الأطراف وأعتقد أن حتى كمان المشاريع ده هي تاخد منحة الدولة بتحاول أنها تشجعوا بطريقة أو أخر لكن بيعلى قيمة إن المحافظات الأخرى لنسبة السكان فيها أعلى وكتير جدا من محافظة الودي الجديد وهنا منيزة المحافظة الودي الجديد إنها أي تنمية هتتم فيها هيبقى ظهرة وباينة لكل من هو معني بالأمر وكل من هو صاحب قرار أعتقد أن الموضوع محتاج في صبر ولكن صنع قرار بتهدى ياخد باله من هذا التوجه لأن إحنا كلنا رايحنا على عشرين وثلاثين فإحنا بتتكلم على إن إزاي نحنا نلحق الركب بتاع العشرين وثلاثين بغض النظر على إن هو هيؤدي إلى خلافات حتم على الدول اللي هي أطلقت مبادراتها ومكملتها أو ما أطلقت ش مبادرات إحنا هنشوف الكلام ده هو حيبقى عامل إزاي في خطرة اللي جاية لكن فيه تصرع تصرع دولي حتى فيه كمان في المشاريع المستقبلية المصر بتتكلم على إزاي على قيمة التأمير المستدامة للمجتمع المصر كله أرجو أكون أجابت شوية على سؤل صحيح يا دكتور بس يعني إضافة بعد إذن حضرتك لو أنا عايزة أوصل للمعلومات المحدثة عن مدى التطوير اللي الدولة بتعمله في تحسين البيئي للمحافظات أقدر أليقي الداتا دي موجودة تبعا لهيئة المجتمعات العمرانية ولا هيئة الاستثمار يعني المصدر اللي حيكون فيه من السهل أن أنا أحصل على الداتا اللي هي تكون واضحة كأرقام كمعدلات وسهل أن أنا أوصل لها مش مجرد أني جاري تنفيذها أو أني من الصعب أن أنا أوصل لمعلومات ممكن تكون لسه ما تطبقتش أو لسه تكون منتظرين إعلانها بشكل رسمي هوهية المجتمعات العمرانية جديدة معناها فقط بالمجتمعات العمرانية جديدة إنما الداتا اللي أنت بتتكلم عليه مش موودة حتى كمان غير في وزارة التخطيط ووزارة البيئة فده الجهتين الرئيسيتين زي ما قلت في الأول إنهم دول المعنيتين بالموضوع التطوير بالترمية المستدامة أي أي وزارة تانية هي بيبقى فيها عندها جزء معني ولكن الأصل موجود في التخطيط وفي وفي وزارة البيئة وكل وزارة بقى لها اختصاصات يعني إحنا لما نتكلم مثلا عن التعليم أو التنمية في التعليم التنمية المستدامة في التعليم فبتلاقي وزارة التعليم وهكذا الجامعات نفس القصة وهكذا لكن أساسا الداتا دي هي مش هتلاقي غير موجودة في التخطيط وفي طبعا المجلس الوزراء هي هو النقطة الرئيسية اللي ممكن تقدر تخدميها أي داتا لكن وزارة التخطيط ووزارة البيئة اللي ليهم اعتمت أكتر شكرا جزيلا لحضرت أهلا وسهلا جزيلا لكل أخر شكرا دكتور ألف شكرا حضرتك الله كرمك الله كرمك دكتور قد محضرك أي من جدنا أسردنا كلنا من أرحمد الله دكتور الله كرمك شكرا دكتور ألف شكرا لكم صرفت بكم